اخبار الاقتصاد أهلا بكم فتحت اليابان في سنوات الأخيرة أبوابها على مصر عيها أمام الاستثمارات الخارجية في إطال الخطة الاستراتيجية لرئيس وزرائها الشينزو آبي ما يعد فرصة واعدة أمام الاستثمارات السعودية في ضوء رؤية عشرين ثلاثين زاد الانفتاح الياباني بصورة كبيرة على السوق العالمية بعد إعلان رئيس وزرائها شينزو آبي عن استراتيجياته الاقتصادية المعروفة باسم أبينوميكس وإحدى ركائز هذه الاستراتيجية تتمثل في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتمهيد الطريق للشركات الأجنبية للاستثمار فيها عن طريق تخفيف القيود والإعفاءات الضريبية وتسهيلات أخرى وتلعب منظمة اليابان للتجارة الخارجية أو جيترو دورا مفصليا في الترويج لهذه الاستراتيجية فهي تقدم المساعدات للمستثمرين الأجانب والاستشارات المجانية وتأخذ بيدها حتى تشق طريقها في السوق الياباني وقد خلق كل هذا بيئة خصبة لاستثمارات واعدة للمملكة العربية السعودية في اليابان في ضوء رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أعتقد أننا مقبلون على عهد جديد من العلاقات الاقتصادية بين اليابان والسعودية ففي سبتمبر من العام الماضي قام ولي ولي العهد السعودي بزيارة اليابان ونقل رؤية بلاده لعام 2030 وقد عهد رئيس الوزراء الياباني ببذل الجهود في التعاون الثنائي من أجل نقل التجربة اليابانية إلى السعودية للمساهمة في المزيد من الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرؤية وتعهدت منظمة جيترو بتحقيق مصلحة البلدين في عدة مجالات كالبيئة والطاقة والتقنية المعلومات والاتصالات ولذلك قامت جيترو بعقد الندوات والمحاضرات لرجال الأعمال لتعريفهم وإطلاعهما على بيئة الاستثمارات في اليابان وتوفر منظمة اليابان للتجارة الخارجية بيئة رفيقة بالأعمال حيث تقدم للشركات الأجنبية التي ترغب في دخول السوق اليابانية مكاتب مجانية لمدة خمسين يوم عمل مجهزة بكافة المستلزمات الإدارية توافقت الاستراتيجية الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو أبي المعروفة باسم أبي نوميكس مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2030 ما يمهد طريقة أمام استثمارات واعدة للمملكة العربية السعودية في اليابان إشام الرجباني لقناة الإخبارية توكيو إجراء دراسة جدوى هذا العام لبناء مصنع في المملكة كما تبحث واستيراد معظم المكونات التي يحتاجها المصنع والذي سيقام في المملكة من كل من تركيا ومصر وكذلك من اليابان وفق مجلس هيئة الاتصالات وتكنية المعلومات على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي علي السرعة للمناطق النائية في المملكة أوضح محافظ الهيئة الدكتور عبد العزيز الرويس أن المشروع يتضمن توفير وخدمات النطاق العريض على السرعة للمراكز والقرى والهجر النائية بمختلف مناطق المملكة من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية وزيادة نسبة تقطية الشبكات النطاق العريض اللاسلكية حتى نسبة 70% من المساكن في المناطق النائية بنهاية عام 2020 أوضح للإخبارية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشافي أن مبادرة التوطين والتنمية الاجتماعية تهدف إلى زيادة مشاركة السعودة في سوق العمل وستسهم في تحقيق نسبة البطالة إلى 9% بحلول 2020 هذه المبادرة تهدف إلى زيادة مشاركة السعودين في سوق العمل بإذن الله ستسهم في تخفيض نسبة البطالة بين الشباب في المملكة العربية السعودية وصولا إلى الهدف المستهدف في برنامج تحول الوطني بنسبة أو معدل بطالة يصل إلى 9% بحلول 2020 تعتزم وزارة التجارة والاستثمار إطلاق برنامج سابر الذي يتيح للمستهلك معرفة صراحية المنتج ومطابقة للمواصفات والمقاييس بنفسه دون الرجوع إلى الجهات المعنية وذلك مطلع العام المقبل أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر حسب ما وردت صحيفة الاقتصادية أن البرنامج سيكون من خلال تطبيق سيحمل عبر هاتف المستهلك ويتيح للمشتري معرفة مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس والجودة وفي جانب آخر قالت الوزارة أنه سيتم إخلاء المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمستودعات الواقعة ضمن نطاق الأحياء السكنية بالرياض وذلك ابتداء من اليوم